موسيقى الآن الكلمة لمعالي وزير العدل بجمهورية تونس الشقيقة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم معالي وزير العدل بالمملكة المغربية الشقيقة السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القبائية بالمملكة المغربية السيد رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية أصحاب المعالي وسعادة السيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف كبير لي وللوفد المرافق لي أن نكون بينكم اليوم للمشاركة في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة العدل بالمملكة المغربية الشقيقة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القبائية ورئاسة النيابة العامة هذا العام تحت عنوان العدالة والاستثمار التحديات والرهانات وأقتنم هذه الفرصة لأتوجه إلى معالي وزير العدل بالمملكة المغربية الشقيقة بأحرى التهاني بمناسبة تعيينه وزيرا للعدل ضمن التعديل الوزاري الأخير مع تمنياتنا له بكل التوفيق والنجاح في مهامه كما أستهل كلمتي بالتعبير عن خالص شكري للمملكة المغربية على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأحكام التنظيم وهذا ليس بغريب على هذا البلد الشقيق المذياف لمعرفه من ازدهار متنامن وتطور مترد في شتى المجالات وما شهده من رقي اجتماعي واقتصادي أضحى إشعاها ملموسا إقليميا ودوليا سيداتي سادتي يأتي تنظيم هذا المؤتمر الثاني بمراكش بعد النجاح الذي عرفه المؤتمر السابق ومما لا شك فيه أن هذه الحلقة الثانية لا تقل أهمية عن الأولى سواء من حيث مستوى الحضور والتمثيل والمشاركة كما تلاحظون أو كذلك من حيث المسائل المثارة التي ستتم مناقشتها خلال هذين اليومين لما يستدعيه موضوعها من تبادل للأراء والتجارب المقارنة ومن حد أن للتنسيق والتعاون الدولي على المستوعين الثنائي والمتعدد الأطراف فموضوع العدالة والاستثمار يشد الجميع لارتباطه مباشرة بمسألة رقي المجتمع ونموه عملا بالمقولة الشهيرة العدالة أساس العمران عموما ولكن وبسفة خاصة فإن المعادلة بين العدالة والاستثمار مسألة دقيقة وهامة لما توفره منظومة العدالة الناجعة والفعالة من مناخ خصب لتشجيع الاستثمار سواء كان استثماراً وطنياً أو استثماراً أجنبياً داخل كل بلد وهو ما يستدعي في الآن نفسه تحقيق متطلبات العدالة الناجعة والفعالة بكل مقاوماتها وإطاراً كذلك قانونياً مناسباً يحفز الاستثمار ويشجع عليه في بيئة يسودها استقرار اجتماعي واقتصادي إن النظام العدالة في مجال الأعمال وتحديد من سميه بالقضاء التجاري أو العدالة التجارية يقوم على مبادئ متعارف عليها دولياً وهي بالأساس مقاومات المحاكمة العدلة مع خصوصية ما يقتضيه مناخ الأعمال من سرعة فصل القضايا لمجبات استقرار المعاملات والأعمال الاقتصادية بالتوازي مع نوعية الأحكام الصادرة وجودتها وهو ما يحيلنا إلى التأكيد على أجوب توفر عناصر الكفاءة وتخصص القضايا ومساعد القضاء العاملين في هذا الحقل وكذلك تخصص كتبت المحاكم أيها الحضور الكرام كثير من الأنظمة القانونية استثمرت في وضع إطار قانوني جد متطور ومحفز للاستثمار وذلك من خلال تسهيل إجراءات بعث المؤسسات الاقتصادية كتمتعها بالإعفاءات الجبائية مع توفير مناخ يسوده الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إلا أنها لم تتوفق في جانب الاستثمار الخارجي بالقدر المنشودي لسبب مبسيط وهو أن منظومتها القضائية ونظام عدالتها غير مشعن بالقدر الكافي في مجال قضاء الأعمال بشكل يبعث الاتمأنان لديها إما لنقص في تسويق مدى تقدم ذلك النظام أو لخلل في هذا المجال بسبب نقص في الشفافية أو بطء في الفصل في القضايا التجارية أو قضايا الأعمال إن تحقيق مقاومات النجاعة وسرعة الفصل في قضاء الأعمال ليس بالأمر الهين وهذا يستدعي مننا جميعا تبادل التجارب ومقارنتها ضرورة أن كل هذه المبادئ التي يقوم عليها قضاء الأعمال قد تستدم بمبادئ أخرى على غرار أن المسار الجزائي مثلا للقضايا يوقف النظر في مسار القضايا المنشورة في المجال المدني والتجاري وهو ما يكون في كثير من الأحيان سببا في تعييل في تعطيل سير قضاء الأعمال مما قد يفصح المجال للتعصف في استعمال هذا الحق في التقاضي الجزائي على حساب السير العادي للقضاء المدني والتجاري كما أنه من البديه أن تطوير نظام قضاء الأعمال يقوم بدرجة كبيرة على تبسيط الإجراءات وسرعة تداول القضايا من خلال توفير ظروف ووسائل عمل مريحة ومتطورة كالمكننة أو الرقمنة واستعمال الوسائل الحديثة للاتصال والإعلامية في العمل القضائي وهذا ما بلغت فيه عديد الدول أشواطا كبيرة ضرورة أن الرقمنة في حد ذاتها توفر في الأن نفسه السرعة مع الشفافية وأريحية العمل ويستفيد منها كل العاملين في المجال القضائي والمتقاضين والمستثمرين في صورة الحال سيداتي سادتي نحن معكم اليوم لنتقاسم سويا كل هذه المسائل ولعرض تجاربنا المختلفة ونظر فيها فيما نجح فيها وما لم ينجح والاستفادة من كل ذلك والاستلهام من تجارب بعضنا بالقدر الذي يتناسب مع كل نظام قانوني وهنا تكمن أهمية اجتماعنا اليوم لقد خطت الجمهورية التونسية خطوات هامة في إصلاح المنظومة القضائية والسجنية بالتوازي مع الإصلاحات الشاملة التي عرفتها بلادنا منذ سنة 2011 في إطار إرساء تدريجي لنظام ديمقراطي وهو مصار صعب وطويل كانت الأولوية فيه في المجال القضائي للمسائل العاجلة التي ترتكز بالأساس على مبادئ حقوق الإنسان ومقومات المحاكمة العادلة مع إلاء القضاء الجزائي الأولوية خاصة لاتصاله مباشرة بالحقوق الأساسية للأشخاص والحريات ثم اتجه إثر ذلك اهتمامنا في هذه المرحلة كوزارة عدل بقضاء الأعمال والقضاء المدني عموما حيث شرعنا في ورشة كبيرة تم فيها تشريك الخبراء الوطنيين وبمساعدة بعض الشركاء الدوليين في إطار التعاون الدولي للقيام بعملية تقييم تقييم يكون شامل لنظامنا القضاء الحالي في مجال الأعمال أو ما يسمى بالقضاء التجاري وذلك للوقوف على ما يجب إصلاحه أو تعديله على مستوى الإطار القانوني أو نظام العمل داخل المحاكم والإجراءات بالتوازي مع ذلك تم الشروع منذ سنة 2017 في تنفيذ برنامج برنامج طموح وهو برنامج العدالة الرقمية في أفق 2020 الذي هو جزء من برنامج وطني مسمى تونس الرقمية 2020 والذي من بين أهدافه رقمنت العدالة وإرساء منظومة أعلامية متطورة للقضاء الجزائي والقضاء المدني والقضاء التجاري وبصفة تدريجية توفير وسائل العمل الحديثة وأحدث التكنولوجيات المستعملة في المعمل القضائي وهي أرضية أساسية لتطوير القضاء التجاري ضرورة أن المتقاضين في هذا المجال أو المستثمرين هم السبقون في استعمال مثل هذه الوسائل مما يوجب مواكبتها من قبل المحاكم ومختلف الأطراف المتدخلة من مساعد القضاء ومؤسسات إدارية أخرى سيدات وسادة لا يجب أن نقلل من أهمية التكوين والتخصص في مجال قضاء الأعمال لتشجيع الاستثمار لأن نجاعة الأحكام القضائية في النهاية تقوم على هذا الأساس أيضا حتى لا تكون الغاية من سرعة الفصل في القضايا هو التسرع فنوعية الأحكام وجودتها لها تأثير مباشر على بعض التمأنينة لدى المستثمر سواء كان مستثمرا وطنيا أو أجنبيا والتخصص لا يهم فقط السادة القضاء وإنما كافة الإطار العامل في المجال من محامين ومساعدي قضاء وخبراء وكتبت محاكم وغيرهم كما أن التخصص يعني الانفتاح على القوانين المقارنة وخاصة الإلمان بالاتفاقيات الدولية ذات السلة وهنا تكمن أهمية التعاون الدولي في هذا المجال وتبقى في النهاية مسألة الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة لا بد من أخذها بعن الاعتبار لتناسبها مع متطلبات قضاء الأعمال كما أن هذه الوسائل البديلة عند تنظيمها بشكل محكم من شأنها التخفيفي على مرفق القضاء والتقليسي من عدد القضايا المنشورة أمام المحاكم وقد أجرت تونس تقييم شامل للإطار القانوني للوسائل البديلة لفض المنازعات وتبين استئناساً بالتجارب المقارنة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال أهمية إعادة تنظيم وترتيب هذه المسألة الأمر الذي استدعى الشروع في تعديل تشريع هام في هذا المجال وهو الآن بالصدد سيدتي سادتي لن أطيل عليكم أكثر ضرورة أن ورشاة العمل ستتناول بالدرس كل هذه المسائل بالتفصيل ويشرفني اليوم والوفد المرافق لي أن نشارك ونتفاعل مع مختلف التجارب المقارنة كما أود في ختام كلمتي التأكيد على عميق اهتمامنا بهذا الموضوع وحرصنا أن تكون مشاركة بلادنا فعالة في هذا المؤتمر بدليل المشاركة بوفد رفيع المستوى يمثل مختلف المؤسسات القضائية التونسية ولا يفوتني سيداتي سادتي الكرام أن أتواجه أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الوفد بأصدق عبارة الشكر والامتنان لمعالي وزير العدل وكل المؤسسات الوطنية بالمملكة المغربية الشقيقة للمساهمة في تنظيم هذا المؤتمر وما لقناه من حسن التنظيم وشكرا على الإصغاء